السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإعلام بشقيش الكلاسيكي والبديل بات متاحا للجميع ومن ضمن هذا الجميع من هو محسوب على التطرف والحركات الإرهابية محور هذه الحلقة من برنامج لا إكره لا يخرج عن هذه الحدود الإعلام والتطرف سنبحث كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات في محاربة التطرف مع ضيوفي الأعزاء سماحة الشيخ الدكتور محمد النوري معاون مدير عام مديرية مكافحة الإرهاب الفكري وجناب الأستاذ الدكتور رعد الكعمي أستاذ الإعلام في جامعة بغداد وجناب الأستاذ صفد الشمري خبير التواصل الرقمي تعالوا معنا لنتابع من جديد حياكم الله أحبتي المشاهدين وبرنامج لا إكره أرحب بضيوفي دكتور رعد الكعبي ودكتور صفد الشمري وسماحة الشيخ الدكتور محمد النوري البداية معك يا دكتور رعد لا شك لا توجد مبالغة إن قلنا بأن القرن الحادي والعشرين هو قرن الإعلام والإعلام الجديد والقبائلية الألكترونية والعالم الإفتراضي بل الهيمنة الإفتراضية على العالم الواقعي بين هذا كله نريد أن نعرف موقعية الإعلام العربي في خارطة الإعلام العالمي بالبدأ تحييى الجنابك الكريم ضيفيك الأعزاء وقناتكم الموقعين حياك الله أنا باعتقاد المتواضع يعني تسمية الإعلام العربي الآن ما عادت تعطي ذاك المدولة التي كانت تعطيه عندما كانت في ظل غياب الفضائيات اليوم لا نستطيع أن نتحدث عن الإعلام ينتمي إلى جهما نستطيع أن نتحدث عن مضامين تمثل جهما طيب المشكلة الكبيرة جدا الآن يعني في ظل هذا التطور الكبير لوسائل الإعلام وفي ظل رغبة الجمهور في أن يتحول من الإعلام التقليدي إذا جاز هذا التصنيف إلى الإعلام الجديد من الصعب علينا أن نحدد إلى أي مدى يستطيع هذا الإعلام أن يبقى أولا وأن يؤثر في الجمهور ثانيا المشكلة الكبيرة جدا الآن التي تواجه الجميع أنه وسائل الإعلام التقليدية اللي هي الإذاعة والفضائيات والصحف بدأت تخسر من جمهورها عندنا دراسة بمقدار 7% سنويا تخسرها إلى مواقع التواصل الاجتماعي طيب قبل أن ننجي إلى هذه الأمور التفصيلية تحديدا والفرق ولمن البطولة اليوم للإعلام العادية أو الإعلام المرتبط بالافتراضيات وما إلى ذلك قبل أن نأتي إلى هذه المساحة أريد منك باعتبارك أستاذ إعلام متخصص أن تصنف لي العالم العربي أو الإعلام العربي مقارنة بالإعلام العالمي أين تضع؟ من الصعوبة الآن أن نجد أن يجد الإعلام العربي أو وسائل الإعلام التي تمثل الدول العربية من الصعوبة أن تجد لها موقع لمنافسة وسائل الإعلام العالمية في الفضائيات لدينا مشكلة أن الإعلام العربي يعني القنوات الفضائية العربية متشابهة التغطيات نمطية طيب تأتي بعد الحدث يعني تنتظر السلطة السياسية ما الذي تتحدث به يلا تتحدث جميل هذا رأي مختص أنقل الكلام إلى حمد الشيخ النوري باعتبارك باحث وخطيب ومختص بأمور الإرهاب والتطرف تقييمك للإعلام العربي هل استطاع أن يجد لنا نوافذ لمعالجة مرض بخطورة التطرف يعني ربما أتفق مع الدكتور حقيقة أنه لا طبعا لا أشمل جميع وسائل الإعلام الفضائية وحقيقة القنوات لكن في الغالب هي تنساق مع الإرادة السياسية ولهذا نجد حقيقة يعني ياريت أن تكون الإرادة السياسية عربية خالصة يعني وتقدم القضايا العربية وتقدم المبادل العربية والاقتصاد العربي والمجتمعات العربية والشعوب العربية لا بل عكس هناك يعني سياسة غربية إرادة غربية تفرض إرادتها حقيقة وتلقي بضلالها على العالم العربي وعلى المجتمع العربي ونجد حقيقة هذه القنوات الفضائية تنساق انسياق عجيب غريب حقيقة وراء هذه الإرادات وهذه الرغبات. بمعنى أنك تصاب بخيبة أمل إذا قلت أنه لا يوجد إعلام عربي مستقل وسائل عربية مستقلة حقيقة لصناعة مجتمع عربي وصناعة حقيقة دول عربية وأمة عربية كباقي الأمم كباقي الحضارات. ولهذا حقيقة الآن تصنيفنا بين الشعوب بين المجتمعات بين الحضارات حقيقة تصنيف لا يرتقي حقيقة إلى الوسط بل هو متدني جدا أمام كل الحضارات. نجد أن كل حضارة حقيقة أن هذا الإعلام التابع لهذه الحضارة أو لهذه الدولة أو لهذه المؤسسة أو لهذا المجتمع أن وسائل الإعلام الفضائية تخدم حقيقة الغايات الكبرى لصناعته الحضارة أو المجتمع. الإعلام العربي حقيقة إلى الآن لم يصل حقيقة إلى هذا المستوى الذي يبني حقيقة ولا يهدم ويجمع ولا يفرق ويبث بين الناس القيم والمبادئ. نعم. دعني أقف عند هذا المعنى في هذه الإجابة. تريد أن تقول الكلونيالية الغربية مهيمنة على القرار السياسي العربي. وبما أن القرار السياسي العربي مهيمن على الإعلام. إذن الإعلام العربي هو منقاد بدرجة كبيرة إلى الأهواء السياسية. أنقل الكلام إلى دكتور صفد. ذات السؤال الأول الذي سألته لدكتور رعد. موقعية الإعلام العربي في خارطة الإعلام العالمي. حياك الله دكتور ناجي وحياك الكريمين. أنا أعتقد أن رغم المؤاخذات التي أشار ولها دكتور رعد. سماحة الشيخي. ما تعلق في بعض التموضوعات الخاطئة في الإعلام العربي. لكن أعتقد متواضعا أن هناك بعض الوسائل استطاعت تجاوز حدود الوصول للعالمية. وخصوصا ما تعلق في بعض القنوات الفضائية. وشكلت حضورا في هذا الاتجاه. هذا الحضور علي مؤاخذات. علي بل لكن هو موجود. يعني تلاحظ هناك بعض القنوات الفضائية. بعض المسميات. وخصوصا بعض القنوات التي تدفع إلى بعض الدول الخليج. نلاحظ أنه قدرت أنه تخطى الحاجز العربي. الحاجز المحل لنجاز التعبير. بالوصول العالمي. بصرف النظر عن المؤاخذات. عن خطابها لإعلام ومن يخدم وكيف يخدم. سواء بالطريق المباشرة أو غير مباشرة. هذا كله ساعد أنه في قضية حكم تخصصي ما يتعلق في قضية الظاهرة الرقمية. الظاهرة الرقمية عززت من هذا الاتجاه. وبالتالي صارت أنه كل وسائل هذه وسائل متعددة بتعدد أشكالها ومضامينها أنه وظفت تلك الأدوات الرقمية أقصد في قضية الوصول إلى العالمية. من خلال أنه مثل ما تعرف أنه الانترنت اليوم أتأح مجال الوصول بشكل أكبر. طيب. هذا بالتالي ساعد من قضية في هذا الوصول. لكن بالمقابل أثر على طبيعة المضامين التي أشارها دكتور الرعاة. أنه فقدت الكثير من بريق المهنية المعتاد والمعروف والذي نتفق عليه في شكل عام فيما يخص بريق المهنية ربما سأسأل لاحقا هل أنه المنظومة الإعلامية العربية تعاني من ضعف التدريب. من ضعف التعليم قياسا إلى الأخرى. والحال عندما نعمل مقارنة بين برنامجين في ذات المضمون. برنامج في المنظومة الغربية وبرنامج في المنظومة العربية نجد أن هناك بون شاسع. ولكن فيما يخص المضمون بالنسبة للظاهر الرقمية. ألا ترى أن هذا المضمون أيضا تم اجتياحه وأيضا تم توظيفه من قبل مريدي التطرف لصالحهم. بالتالي بات هذا الإعلام وهذه الظاهرة الرقمية مروجة إلى مرض خطير. هي وصلت إلى هذه النتيجة لماذا أو كيف؟ بعد أنه طبيعة إدارة المؤسسة الإعلامية تختلف. تعرف حضرتك أن المؤسسة الإعلامية لديها سياقات لديها وضع معين. اليوم مصاد التواصل الاجتماعي أو أي الرقمية صارت متاحة للجميع. فبالتالي هيئة الفرصة لكل من هبه ودب إلى أن يكون محتوى. وهذا المحتوى يطلق عليه المحتوى الرائج. وهذا الرائج بالتالي صار هو يعني مقياس التأثير. يعني قبل حينما نبحث عن التأثير. وهو مقياس التأثير. فيما يتعلق بالمضامين الإعلامية. أنه بمقدار التغيير الذي يحدثه لدى المتلقين. اليوم التأثير صار بمدى الرواج. بمدى أنه قد وصل هذا الرواج. فبالتالي هذا الرواج. وهذا الفوضى الرقمية. أدت إلى أنه كل من هبه ودب يصنع محتوى معين بطريقة معينة. وهذا المحتوى بالتالي بدأ يصل إلى مستهدفينه بشكل عريض وواسع. هذا كله ساعت في قضية أنه تكون واحد من نتائجه أيضا أنه موضعة التطرف وموضعة لأنه ليست هناك منظومة معينة تتحمل مسؤولية هذا الخطاب وتنمقه وتقدمه بالشكل المسؤول. طيب. أنقل كلام الله دكتور رعب. يعني أشار دكتور صفد إلى مسألة أهمية الظهر الرقمية التي اشتاحت ليس فقط البلدان العربية. بل العالم بأسره. ولكن ربما الإعلام العربي وقع في فخ الاختيار بين القيمة الخبرية وبين طبيعة الترويج وإلى من يأوي أو يهدف هذا الترويج. هناك أمثلة كثيرة. مثلا حرق الطيار الأردني معاذ الكساسب ببت من قبل شاشة العربية وبالتالي قدمت العربية خدمة واضحة. كيف تعلق؟ يعني نحن عندنا قضيتين بالإعلام الأكاديمي. نعم. عندنا قضية نقل الحدث وعندنا قضية معالجة الحدث. المشكلة ليس بنقل الحدث. طيب. يعني الآن حدث أنه داعش أحرقت طيار. طيب. هذا حدث. حدث. ينقل. لكن معالجة الحدث ماذا تعني؟ تعني أنه ضيف شروحات وتفسيرات للحدث حتى يبدو واضحا عند الجمهور. لكن يبدو واضحا الوضوح هنا يجب أن يطابق الحقيقة الواقع. مجي بضافات من أمك مواقعي. الإعلام العربي عنده إخفاقات مبلغ للحدث في معالجة الحدث. جميل. لأنه يتبع إلى تفسير السلطة السياسية. السلطة السياسية هنا تصبح جزء تبنى التغطية الإعلامية على رأي السلطة السياسية. في الغرب لا. السلطة السياسية تكون جزء من التغطية. رأيها جزء من مجموعة آراء. طيب. عندما تبني أنت يعني تبني تغطيتك الإعلامية في معالجة الحدث على رأي السلطة السياسية. فأنت أما تبرره أو تدعمه ما تقدر تنفيه. طيب. في الإعلام العربي لا ينفى رأي السلطة السياسية. إذن خل في المعالجة. فهذه تخلق لديك يعني تصور أحادي الحدث. هذا الشيء. نحن عندنا أكل إمكانيات وأكل قدرات. طيب. نحن والإعلام الغربي نتفق بهذه القضية. طبعا لاحظ أن التلفزيون يحتاج إلى 25 سنة حتى يصل إلى 50 مليون. بينما الفيسبوك يحتاج إلى أربع سنوات ونصف حتى يصل إلى هذا العدد. هذا التسارع ماذا يعني؟ يعني أكو امتياز بالإمكانية وامتياز عند الجمهور. الجمهور تحول الآن من المتلقي إلى مشارك في صنع الرسالة الاتصالية برمواقع التواصل الاجتماعي. ما عاد ذاك الجمهور المتلقي السلبي. الآن الكثير من الآن نحن نرى عدنا بالبلد. عدنا الرأي الرسمي يطلع عبر القانوات كلها. لكن هناك رأي الرأي العام يظهر عدنا عبر المواقع عدنا البرامج التفاعلية. المشكلة أين تكمن؟ تكمن أن الغرب لديهم إمكانيات وموازاتها لديهم قدرات. حسن القدرات تتعلق بالقناة الفضائية جد تمتلك فصحة حتى تطميزانية جد حتى دورات تدريبية جد كده. نحن عدنا مشكلة وين بالقدرات؟ طيب. فقط القدرات قبل قليل قلت لدينا مشكلة في المعالجة. في المعالجة. وأعتقد أن المعالجة هي خاضعة لطبيعة الأيديولوجية السياسية المحركة لهذه المؤسسة الإعلامية. طيب. الكلام مرة أخرى نقوله لسماحة الشيء. التطرف بات نقطة انطلاق للعديد وأقصد الخبر الخاص بالتطرف للعديد من المؤسسات الإعلامية. ولكن المؤسسة الدينية هل نجحت في تصدير الخطاب المضاد للتطرف عبر المؤسسات الإعلامية؟ أعتقد أنه توجد محاولات في بعض الدول العربية والإسلامية في مسألة أنه يكون الخطاب المعتدل الخطاب الوسط الخطاب الذي حقيقة يبني الخطاب الذي يجمع الخطاب الذي يوحد الخطاب الذي يحاول أن يعالج ويحاول أن يظهر حقيقة صورة الإسلام المحمد الأول المشرق لكن ربما أتفق مع جنابك أنه لم تصل حقيقة ولم يصل هذا الخطاب وهذه الرؤية من المؤسسات الدينية إلى حقيقة مسألة الطموح لازمنا حقيقة نجد هنا وهناك وهناك لكن لأنه سبب الانتشار الرقمي الهائل وأصبحت حقيقة وسائل الإعلام التواصل الاجتماعي متاحة لكل الإرهابيين ولكل المتطرفين ولا توجد هناك رقابة ولا توجد هناك قدرة كما تفضل الدكتور لا توجد هناك قدرة بالتحكم بمعنى أنه لا توجد قدرة للمؤسسة الحكومية أو الدولية على أنه تحجب بعض مقاطع الفيديو بعض المنشورات بعض الخطابات المتطرفة عن أجيالنا ومجتمعنا وشعوبنا هذا حقيقة أعطى فرصة كبيرة لتسويق الخطاب المتطرف تسويق الكراهية تسويق أيضا العصابات التكفيرية الداعشية والقاعدة وكل من حقيقة سعى إلى سعيهم وتعرض جنابك هنا أضع علامة استفهام أمام القنوات الفضائية ووسائل الإعلام أنها دائما تهتم بالقضايا السلبية بمعنى أنه نجد كثير من القنوات تنتج برامج صناعة الموت وكثير من القنوات تنتج برامج ثارة الفوضى والشحن الطائفي وبث الكراهية وبث البغضاء بين الشعوب والمجتمعات بالمقابل البرامج والقنوات التي تبث السلام تبث الرحمة تبث المحبة قليلة أو نادرة جدا نطيف هذا المعنى ربما البعض قد يفسر ما قاله سماحة الشيخ أنت ما تكلم بالشكل العام لأخص الجميع لما هذا الغالبية هو كلام واضح لكن البعض ربما قد يفسره بأن سماحة الشيخ يريد أن يجعل منظمة من التابوهات يجب أن لا يتقرب منها الإعلام سواء كان بشكل كلاسيكي أو البديل بعد الفاصل أسفع منك التعليق على هذا الموضوع دكتور صفد أحبة المشاهدين فاصل قصير أول ثم نعود إليكم من جديد حياكم الله أحبة المشاهدين وبرنامج لا إكراه لمن فاته متابعة الجزء الأول تحدثنا وعلى نحو المكثف عن موقعية الإعلام العربي ضمن الإعلام العالمي أجدد الترحاب بضيوف العزاء الدكتور رعد الكعبي الدكتور صفد الشمري والشيخ الدكتور محمد النوري البداية معك دكتور صفد منظمة التابوهات ربما هناك تعاطن خاص في المنظمة الغربية مع التابوهات ربما منظمة التابوهات هناك قليلة لكن في المنظمة العربية هناك سلسلة طويلة من التابوهات هذا التابوه البعض ربما يقول لم يفلح الإعلام العربي في معالجة كما أشار قبل قليل دكتور رعد التعاطي مع هذه التابوهات أين الخلل؟ هل يجب علينا أن نحدد منظومة التابوهات أن نقلل هذه التابوهات أو نحدد زوايا المعالجة؟ يعني نتحدث عن القليل في الغرب وعن الكثير لدينا في منظومة الإعلامية العربية طيب لكن أتحدث عن الجانب الرقمي أعتقد أن القليل في الغرب هو أكثر أثراً والسيطرة حتى على الكثير لدى العالم العربي كيف؟ نعم يعني هناك مضامين إعلامية أو مضامين ذات بعد جماهيري تنتشر عبر الأوعية الرقمية أنت لا تمتلك الأدوات التي تسيطر وتضبطها وتحكمها وخصوصاً في العراق الذي ليس لديه أي تعاون مع أي إدارة من إدارات تلك الوساط لكي يوقف مثلاً هذا الحساب أو يوقف في ذاك المضمون أو إلا بالطريقة الكلاسيكية لطريقة البلاغات وهذه طريقة غير مؤثرة في حين تجد أن هناك منظومة رقبية غربية تتحكم حتى في مضامينك أنت فيما يطلق عليه ليس فقط بالحذف وإنما بالتحييد ماذا يعني التحييد؟ هذا التحييد الرقم الذي تعاني من عنده وخصوصاً المؤسسات الذات البعد الديني لدينا في العراق هذا مثلاً هناك مؤسسة دينية لديها جمهور كبير ولديها وسائل رقمية أدوات رقمية تصل به إلى هذا الجمهور تضعه في خانة التحييد المنظومة الغربية فبالتالي مثلاً أنا وأنت نموّل يعني أنا لدي موقع ولديك حضرتك موقع أموّل أنا للوصول إلى خمسين ألف مستخدم وحضرتك تموّل بالنسبة بما أنه التقييد أنا مؤشر أنه ضمن التقييد أنا ما يوصل سوى لعشر تالاف ورغم أنا دافع على خمسين ليش أني عندي تقييد؟ حضرتك هذا يمشي عندك وما عندك الخمسين يوصل خمسين هذا جانب جانب آخر هناك بعض المفاهيم ما يقبلها عندي يعني حينما مثلاً أنا مثلاً أكو مصطلحات معينة يعتبرها مرفوضة مثلاً ضد السلم الأهلي ضد الكذا لكن هذه المفاهيم بالمقابل هناك مواقع رقمية لجهات إرهابية معروفة دولياً تروج ولا يوجد هناك من يوقف هذه المضامين في حين بالمقابل حينما تجد هناك بعض المؤسسات الدينية بعض المؤسسات اللي هو وضع معين أنه تضعها ضمن خانة التحييد بل هناك مصطلحات لا تقبلها مصطلحات معينة يعني مثلاً على سبيل مستوى العراق هناك مؤسسات رسمية عراقية معترفية على صعيد الدولة دستورياً لكن حينما مجرد أن أورد هذا المصطلح أو اسم هذه المؤسسة فيه منشوري يتقيد ويوقف المنشور ويقبله من عندك ويقبله من عندك يعني عليه آني تقييد هذا بالمقابل يطلب المفروض من المنظومة العربية الإعلامية العربية والطائمين عن المنظومة الاتصالية بالشكل عام وخصوصاً لدينا في العراق الانتباه إلى هذه النقاط لأن هذه بدأت تستخدم بالضد من عندنا يعني بدأ يصير دفع لتلك المضامين اللي هي إرهابية بالفعل بالمقابل أنه المضامين اللي بيها يعني هم ما يعتقدوها الشبهة بالنسبة لهم أنه الشبهة التطرف أو شبهة كذا تصير هذا جانب جانب آخر فيما يتعلق بالإعلام والتطرف يعني قد بالبعض ينظر أن الإعلام هو من يروج للتطرف باعتقاد المتواضع اليوم التطرف على الصعيد العراقي مثلاً للأسف صار ظاهرة مجتمعية بشكل عام طيب وتجد الكثير من النخب والكثير من القامات أنه يتحدث بخطاب متطرف بحجة الدفاع عن القضية طيب ربما يعني هذا الموضوع قد أحيله إلى دكتور رعد من يحتاج إلى من أكثر هل يحتاج الإعلام إلى التطرف حتى يحقق نسبة مشاهدة أم يحتاج التطرف إلى الإعلام حتى يسوق ما لديه ولكن في مجال التحليل الرقمي نعم عراقياً لدينا قصور واضح في هذا المجال نحن ليست لدينا أي جهة للضبط وتنظيم وتحليل المحتوى الرقمي للأسف يعني وبدليل أنه حملات الانتخابية والحملات الكذا تجد أنه السياسة العراقي يلجأ إلى شركات غير عراقية اللي لديها مثل هذه القدرات وللأسف هذه القدرات هي متوفرة ولدينا طاقات في هذا الاتجاه لكن قناعة القائم على القرار العراقي ما زال ينظر إلى هذا الموضوع لأنه موضوع ثانوي طيب هذا الموضوع داخلين العراقي هو من اقتصاص هيئة الإعلام والاتصالات هو جهتين قائمة للاتجاه هيئة الإعلام والاتصالات وأيضاً وزارة الاتصالات الهدور في هذا الاتجاه ربما نعمل في برنامج لا إكره حلقة خاصة عن المصطلحات وكيفية رصد المصطلحات التي تتير نعرات الطائفية نحن فيما تعلق بالتطرف للأسف بدأنا نشغل في دراساتنا ومؤتمراتنا للحديث مثلاً عن الموضوع التطرف العنيف طيب هل معنى أنه تطرف العنيف هناك تطرف بريء وتطرف لطيف وهناك تطرف عنيف يعني اليوم مؤتمرات على مستواجهات عليا في الدولة العراقية بدأت تتحدث أن أترك التطرف إذا نحتاج أن نعرف حدود المصطلح أنقل الكلام إلى دكتور رعد من يحتاج إلى من؟ هناك بات خلطة واضحة هل الإعلام يحتاج إلى التطرف حتى يتعكز عليه لجذب مشاهدة أم العكس؟ نحن من واجب وسائل الإعلام أن ترقل الحقيقة إلى الناس الحقيقة التي تطابق الواقع سواء كانت هذه الحقيقة سيئة الحقيقة غير سيئة الأخبار مفرحة الأخبار حزينة نحن من واجب وسائل الإعلام المهمة الأولى لوسائل الإعلام أن ترقل الحقاق الوسائل المتطرر الإرهابيين الآن الإرهابي من الله لديهم وسائل خاصة بهم ما عادوا يحتاجون إلى وسائل أخرى تنقل لهم الحدث ولكن لماذا تنقل أخبارهم عبر وسائل ليست ليست ملكهم تنقل لتصل إلى جمهور جديد في معركتنا ضد داعش داعش استهدف جمهورين وإحنا استهدفنا جمهور واحد كانت لدينا أخفاق إعلامية نحن نتصر لعسكريين لكن في معركة داعش نحن أخفقنا إعلاميا وين أخفقنا؟ داعش استثمر كان يستهدف جمهورين جمهور مواقع التواصل الإجتماعي وكان يستهدف جمهور الفضائيات وقنوات فضائية تأخذ طريقة غير مباشرة من يمه فهو عد جمهورين الآن بينما إحنا في العراق كان لدينا جمهور واحد بالمعركة هو جمهور فقط الفضائيات جمهور فقط الفضائيات وعندي ناس مختصين قالوا من الإخفاقات الكبيرة قالوا في معركة داعش جبنا منصة نقولهم يا بتعالح ما عندنا الضباط ليست لديهم قدرة اللي اشتركوا بالمعركة لديهم قدرة عسكرية بس ما عندهم قدرة علامية يقفون أمام كاميرا ويقلعون الجمهور بالذي يحصل قبل قليل تحدثت عن جمهورين أو نوعين من الجمهور يستهدفهم داعش جمهور مواقع التواصل الإجتماع وجمهور الفضائيات عندنا إذا أخلمك هذا تصنيف للجمهور على أساس الوسيلة لكن أكو تصنيف للجمهور أكو مؤيد أو أكو معارض وأكو محايد دراسات الإعلامية كونك أستاذ الإعلام في كلية الإعلام في جامعة بغداد جامعة وكلية رصيلة هل توجد لديكم دراسات قائمة على أساس وجود استبانات حقيقية لمعرفة سيكولوجية الجمهور الموافق لداعش سيكولوجية الجمهور المباد لداعش راح أضرب لك مثال على دراستين واحدة ما لتاني واحدة ما لديكتور عمارو ما لديكتور سعد معا تفضل الدراسة ما لدي كانت على المراسل الحربي ودوره في نقل المعلومات العسكرية للجمهور خلال أزمة داعش سوينا استمارة على الجمهور قلنا لهم يعني أنتم من اللي شاهدتوا طبعا بالمناسبة قد هسه يشتكون علي المؤسسة العسكرية أكثر ناس جمهور هذا يقول وسألنا المراسلين قلنا لهم يا بأنتم رحتوا للمعركة أنتم رحتوا بدوافع مهنية وبدوافع وطنية قالوا لا بدوافع وطنية طيب بس نحن نمثل مؤسسات زيان أنطوكم تعليمات شراء سواء قالوا لا ألقاها في اليوم مكتوفا وقال له إياك إياك أنت بتل بالماء من أعرف قالوا نروحوا غطونت دكتور ربما هذه المساحة من المعنى للإضاح للإضاح هي بحد ذاتها بحاجة إلى معرفة الأسباب وأن نعمل على تحليل الدراسة الأخرى طيب كانت عندنا دراسة الدكتور عمار ودكتور سعد معا نشرت في المؤتمر السابق للكلية طيب المحكومين بالإعدام من داعش وزعوا لهم استمارات استبيان ما هي القنوات التي تشاهدون طيب طبعا أنا كان عندي طيب ماذا قالوا ملاحظة علمية قالوا نشوف الشرقية قالوا ملاحظة علمية كانت عندي عليها أنه هذا يعني في طريقة إلى الموت من القول إنه جابات صحيحة بعدين يعني من سئل الدكتور عمار ودكتور سعد قال نعواني سئلوهم قالوا لهم أنتم المضامين التي يعني تصرون أن تطلع مضامينكم في هذه القنوات قالوا نعم هاي طبعا الاستبيان موجود منشور طبعا والدولة لم تستفد منها طيب نتمنى على الدولة وعلى الجهات المختصة أن تأخذ هذه الدراسات على مأخذ الجد وتعمل على بيان نتائجها ولماذا ألقوا الكلام لسماحة الشيخ النوري التطرف والمتطرفون كما أن الإنسان المعتدل الكيس يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام هم كذلك ولكن في المقابل لماذا يعطون أمور جاهزة فيما يخص الدخول والولوج إلى مواضيع كالتطرف واستخدامها وتوظيفها بشكل غير صحيح مما يجعل الكثير من شبابنا الكثير من أناسنا الذين لديهم معلومات بسيطة أن يكونون فريسة لهذا الإعلام سبب رئيسي وعزه إلى المؤسسات الدينية والإعلامية والمؤسسات الرصينة في الدولة العراقية المؤسسات الأمنية في الدولة العراقية والتعليمية والتربوية وإيضا الرقابية ذهبت إلى معالجة الحدث معالجة التطرف العنيف كما تفضل الدكتور قبل شوية ما ذهبنا إلى حقيقة إلى معالجة الفكر المنتج لتطرف الجدور اللي أنت نحن عندنا مدارس مشخصة على أنها منتجة للقاعدة ومنتجة للنصرة ومنتجة لداعش القوة ناعمة القوة ناعمة فهذا منطينا مساحة واسعة الآن مؤتمرات دولية تعقد على مستوى المنظمات الدولية مؤتمرات تعقد هنا في بغداد على مستوى المستشارية الأمن القومي على مستوى الدفاع ومستوى الداخلية ومستوى الحشد كل مؤتمرات تعقد على مسألة أنه كيف معالجة التطرف العنيف بمعنى أننا اشتغلنا في الحدث اشتغلنا في الجريمة وتركنا حقيقة البحث في أسبابها إذا أردنا حقيقة أن نحصن مجتمعاتنا وشبابنا ونضع حد حقيقة لأولئك المتطرفين علينا أن نبحث في مدارسها في جذورها الفكرية في القراءة الصحيحة والقراءة الشادة في كيفية نشوء هذه الأفكار كيف تصدر ما هي الغرف الداخلية والخارجية علينا أن نفعل كذا وكذا عذرا نبقى نقول علينا أن نفعل كذا وكذا على الواقع العملي ما هي السلوكيات نحن في الأراق حقيقة قدمنا خطوات لكن نحتاج من الدول الأراقية دعم هذه الخطوات عندنا الآن مديرية عامة مكافحة الأرهاب الفكري وأنا أشتغل في هذه المديرية وفيها عشرة أقسام وستة تابعة لهاية حجد الشابي وهذه المديرية حقيقة بدأت من 2015 جناب دكتوري مطلع على أبحاثها مطلع على غرفها مطلع على ندواتها لكن هذا لا يكفي هذا مديرية واحدة أمام هذا الكم الهائل وهذا الاستهداف الهائل من الغرف المظلمة سواء في الأراق أو خارجها أنا حضرت حقيقة مؤتمر في وركز النهرين وأكثر من 25 دولة كانت حاضرة أنا ذاك في 2016 تقريبا وكان الحديث مع الملحق الثقافي الفرنسي وكان حديث من قبلنا مباشرة أنه أنتم ساهمتم في دعم الفكر المتطرف عبر الجمعيات الخيرية عبر بعض المدارس الإسلامية حتى في عالم الأوروبي عبر بعض المنصات الفضائية إتاحة الفرصة والحرية لهم في كل مكان وبعد ذلك العالم أصبح كله يتحدث عن التطرف العالم ولا أقصد الجميع لكن بعض المنصات العالمية حقيقة هي من ساهمت في صناعة هذا التطرف وزير التعليم السعودي وانشر على اليوتيوب في مؤتمر دولي سأل خبراء أمام أكثر من 50 خبير جالس يعني كيف يتسنى للمملكة العربية السعودية أن تعالج هذا التطرف كيف يتسنى لها أن تتخلص من هذا التطرف الكبير والكل صامتة هو يتحدث وزير التعليم نصا يقول مع كل أسف نحن شاركنا وساهمنا أكثر من 50 سنة في صناعة ودعمها للتطرف نحن نحتاج إلى حقيقة إلى يعني إرادة حقيقية نحن في العراق حقيقة الدولة الوحيدة التي ساهمت بدماء أبنائها بدماء شهدائها بأنات الأرامل بأنات الثكلة بأنات الأمهات بأنات الأطفال بأنات المجتمع حقيقة بالوقوف أمام هذا التيار المتطرف والتكفيري والكبير أقول على الدولة الأرقية أن تكون شجاعة وأن تدعم المؤسسات الفكرية والثقافية والمجتمعية والإقلامية حقيقة المحاربة لهذا الفكر اتضحت هذه السرعة ولكن ربما تتفق معي أن خلال السنين القليلة التي مضت هناك تغيير في النظرة من قبل العديد من الدول حياء للتطرف ومنها كما ذكرت المملكة العربية السعودية التي عملت عملت بإيجاد الكثير من المؤتمرات لمحاربة التطرف من باب الوصف هذا مرحب به من باب الوصف نرحب بكل جهد دولي حقيقة أو مجتمعي أو مؤسسي حقيقة يؤدي إلى دفع التطرف والتكفير عن مجتمعاتنا وبلادنا لكن حقيقة علينا أن نشهد أن التجربة العراقية في مكافحة التطرف ومكافحة الإرهاب لم تكن تجربة هكذا وردية كما يقال أو سياحية أو في متنزهات التجربة العراقية سيد الكريم دفعت خيرة أبنائها وخيرة قطعها وخيرة رجالها بالإمكان أن تكون هذه التجربة هي جملة مقارنة في الجزء الأخير المتبقي سأسمع منك إلى أساليب معالجة التطرف حسب وجهة نظر مديريتكم أحبتي المشاهدين فاصل قصير وأخير ثم نعود إليكم من جديد أهلا بكم أحبتي المشاهدين والجزء الأخير المتبقي من هذه الحلقة في برنامج لا إكراه الإعلام وتطرف البداية معك في هذا الجزء قبل أن ألج إلى مسألة ما بعثه متابعي البرنامج من أسئلة سؤال واحد ثم أبدأ البعض من المختصين يصف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها شبيهة بزهر اللوز يعجبك منظره وهو على متن الشجرة ولكن ما انتصل إليه حتى تجده يتلاشى بمعنى أن جل ما ينشر ربما لا حقيقة له أو لا مرجعية له هذا يعني أن الدس كثير وأغلب الذين يقعون في فخ هذا التدليس هم الشباب الشباب والتطرف والأساليب حتى يكونون الشباب بمأمن عن الوقوع في هذا الفخ يعني هذا في حدود ماذا؟ يعني أنه تشعر بالخديعة أو تشعر بالتعامل مع وساطة التواصل الاجتماعي أنه في حدود أنك لم تفهم أو لم تعي العوائل الإيجابية لوساطة التواصل الاجتماعي نعم مثل ما خططها لها أو مثل ما يستفيد منه البعض نعم عربيا عربيا هناك بعض الدول الدول الجوار استطاعت تنكين هذا الموضوع أو تنكين الشباب من هذا الموضوع بالاتجاه الإيجابي بالنسبة لوجهة نظرها إحنا للأسف على الصعيد العراقي ما زلنا لحد هذه اللحظة أنه مجرد أنه ننظر إلى الموضوع متفرجين موقف الصدمة طيب ونتعاطى معه شون مثلا يوم بيوم ما هي شيء الموضوع ما نتعاملوه على أفق تخطيط استراتيجي وتدريب وتأهيل وهذا التجاه اللحظ أنه في دول المنطقة هناك هناك صفحات اليوم بدأت تخصص للشباب العراقي مثلا فلان مبدع شاب عراقي مبدع في فلان مكان فبالتالي تسوي لقاء حتى تتروج له من باب الرواج وهو يشعر بالفضل والامتنان إلى الدولة التي صاحبة تلك الصفحة لمجرد أنه يعني يدى تنشر أو تتروج له وبالتالي أنه يشعر بالامتنان يعني لا يشعر بالامتنان للدولة التي خلقت لديها هذا الإبداع أو قومته بل للدولة التي روجت إليها ربما قد يحصل على فرصة عمل هذا ليش لأنه المبدع العراقي مشاف مثل هكذا فسحة حتى يعبر فيه عن نفسه جانب آخر تلاحظ اليوم هناك مسابقة أعلن عنها قبل أيام للبحث عن ميتين صانع محتوى عربي هذول الميتين هذه الجهة صاحبة الجائزة راح أنه تمكنها من الوصول إلى مليون متابع شوفوا الأغراء الكبير طيب وفي حال وجدت منه بمجال أنه راح تقدم له مجموعة من ذوله وظائف في تلك الدولة يريد يعمل بها من دولة ويعمل بها من ناقر نعم بالمقابل هذه المغريات ليش إحنا ما نعمل عليها وتحدثنا مع جميع الجهات المعنية في العراق بهذا الاتجاه مرة أخرى يعني المسؤولية تقع على الدولة تحديدا في خلق منافس نوعي منافس وخلق فرص يعني أنا ليش أريد أن أروج عن نفسي أذهب إلى صفحة غير عراقية تتروج إلي وبالتالي يشعر المتلقي من الدولة الأخرى الدولة الطرف الثالث إنجاز التعبير أن هذه الدولة الثانية هي صاحبة الفضل عليها بالرعاية والإبداع والكلام دكتور رعد يعني وردت إلى البرنامج العديد من الأسئلة الأستاذ ماجد الأسدي يقول هل هناك إمكانية من أن العالم الإسلامي الوسطي قادر على خلق تيار إعلامي مضاد لتيار التطرف هذا السؤال سيكون لك الشيخ النوري ولكن سؤال ثاني يقول من يغذي الإعلام الذي يسوق بضاعة التطرف يعني أنت تقول عن الواقعية هذا سؤال واقعي لا راح أضرب لك مثال واحد طيب عام 2015 الدولة شكلت لجنة في وضع أفكار إعلامية للتحرير لنوا نعم لأننا كنا ضمن هذه اللجنة والتقينا أكثر من مرة مرة واحدة بالمنطقة الخضراء وضعت الأفكار من ضمن الأفكار اللي وضعتها أن توزع منشورات على المناطق المنشورات التي وزعت المضمون لم يأخذ رأيه فيه رغم أنه فكرتي وزعت الدولة حوالي مليون منشور في نينوى تذكروا المنشورات اللي شمرتها طيب جابوا لنسخ من المنشورات حقيقة محبطة الصياغ اللي مكتوبة بيها وبلغة البيانات الانقلابات العسكرية إلى ماذا تريد أن تصل أنا أريد أصل أنه كان يفترض أن تكون هناك بالمعالجة الإعلامية حتى نعالج لازم نخلق قناعة عند الجمهور شو نخلق قناعة عند الجمهور أول ما نخاطبه بلغة مفهومة طيب ثانيا نستخدم كلمات ليست معقدة الشي يقول له هو بالمنشور إن وقوفك مع داعش وكأنه ما يقرم بانقلاب طيب أنا سويت جماعة هذه المنشورات وعاتبتهم قالوا لا طلاها المكاتب استنساخية سويت هذه طبعا مفارقة كبيرة الدولة كلها تخلي أمورها بيد مكاتب استنساخية طيب جبت منشورات الحرب العالمية الثانية ومنشورات في المعركة ما بين أمريكا وكوريا المنشور العراقي لغة قصرية لغة أمرية مليئ بالكلمات قليلة بيصورة المنشور الأجنبي تلاحظ مطلعين مدفئة شخص يتحمى ويقول له للأمريكا في منشورات ألقية تلقتها كوريا على أمريكا يعني على الجنود الأمريكان بالحرب ما الذي تفعله في بلادنا دع كوريا لكوريين ورجع إلى بلادك كلمة مختصرة كل شيء بينما تشوف منشور مليئ بالعبارات ما لانقلابات ما حد يستمع يبدو أن المنظومة العربية دخلنا خدمك الصورة وضحت لا أعطيك مثال آخر في مصر لما صارت أتيهم المعركة ضد سيناء رادوا أن يوحدون يوحدون الوطع الناس مع الجيش سووا بوست في أحد القنوات عجوز تجي المخبز تشتري خبز تنطيها للجندي الواقف على الدبابة هذا خلت الناس يشغلون بالانتماء أكثر من عشرات المنشورات حتى أسس لمعلومة بناء على هذا الكلام يبدو أن ثقافة الصورة لم تصل إلى واقعنا الإعلام وإلى ثقافتنا العربية ولم تستثمر ما زالت ثقافة المضمون هي الأكثر تأثير تكون عراقيا أكثر ما هي عربيا بالنسبة للسؤال الأول أنا أعود إلى دكتور نوري ماجد الأسدي يقول هل هناك إمكانية من العالم الإسلامي الوسطي قادرة على خلق تيار إعلامي مضاد لتيار التطرف يعني الإمكانية الإمكانية متاحة موجودة قدرات موجودة الأدوات موجودة لكن هل هناك إرادة صادقة هل هناك عزيمة هل هناك تقدم واضح هل هناك فعلا يعني عمل حقيقي ودؤوب على أرض الواقع أنه خلق تيار حقيقي يظهرن صورة الإسلام الحقيقي الإسلام الحقيقي ليس بالشعارات الإسلام الحقيقي صدق إخلاص تواصل محبة رحمة اجتماع علفة الإسلام الحقيقي ليس شعارات بطالة اللحية وقصر الإزار أو بالشعارات التي نسمعها حقيقة من هنا وهناك الإسلام الحقيقي بناء دولة بناء مؤسسات بناء مجتمع بناء محبة بناء تكاتف القدرة موجودة الإمكانيات موجودة لكن حقيقة إلى الآن لم نصل إلى تحقيق هذا الطموح طيب دكتور صفد الباحث والكاتب الأستاذ طه الخزرجي أيضا وجه سؤال إلى البرنامج حول هذا الموضوع يقول الإعلام هو الحلقة الأهم بين الواهم والمتوهم مستغلا التدافع الطائفي لخلق تطرف كيف تعالق على هذا الكلام هو إذا كان الحلقة الأساس الحلقة الرئيسة لو افترضنا أنه هناك نية لوجه الله في قضية الإعلام لكن الإعلام مثل ما معلوم هو ممارسة غائية ولديه هدف وبالتالي هو يسوق مشروع استثماري مشروع استثماري وليس بالضرورة الاستثمار مادي قد يكون استثمار فكري استثمار كذا نعم فبالتالي نعم اليوم الإعلام يعمل على موضوعة أو يركز على موضوعة الترويج إلى موضوعة التطرف بل ربما باته هو الخبز الأساس أو الركيز الأساس لانطلاقه للوصول إلى الجمهور الذي هو يستهدف طيب دكتور رعد إذا أردنا أن نصنف أو نعمل قائمة بالتحديات التي تواجه الإعلام اليوم أنا أول شيء لازم يحدد علاقته مع السلطة السياسية والشيء الثاني لازم يطور من إمكانياته في معالجة الحدث وليس في نقل الحدث والشيء الثاني آخر وهذه أعتقد من الصعب أن تتحقق بجميع الدول العربية يجب على الإعلام أن لا يبقى خلف السلطة السياسية أن يكون مع السلطة السياسية ربما هذا طرف لا يتوفر في المنظومة العربية إلى حد كبير ليس بكل الدول يمكن أن يتوفر نعم يعني عموم الإعلام اليوم هو تابع إلى الإيدولوجيا السياسية ولكن البعض ربما يقول لا يوجد لدينا إعلام عربي بل يوجد لدينا إعلامات عربية وهذا التعبير للإعلام جورج قرداح هذا الموضوع موضوع الإعلام العربي ربما انتهى مع التسعينات القرن الماضي الآن موجود لدينا يعني بعض الدول لديها إتاحة كبيرة جدا فتشوف وسائل إعلامة تشتغل بحرية مصر العراق لديهم متاحة لبنان هنا المغرب الجزار لديهم متاحة لكن بعض الدول مثل هذه اللي تاحة الآن ما وصلوا لها ونشد أسمي هذه الدول اللي أسميتها بس ما لدي أسميها طيب المشكلة وين ماكو ما تشعر في القنوات الفضاء أو الوسائل الإعلام العربية ما تشعر عندهم يعني نفس لي مو عد الكل عند عد الأغلبية لتطوير وضحهم ولا لتحديد علاقتهم بالسلطة السياسية ولا علاقتهم بالمجتمع طيب سمحت شيخ تمت السؤال ادخرته إلى هذا الجزء قلت التجربة العراقية في مكافحة طرف تجربة يجب أن تدرس وبالإمكان أن تكون جملة مقارنة حتى يستفيد منها الآخر والسؤال هنا يعني ما الأساليب التي استخدمت من قبل الجهة المختصة التي تنتمون إليها وهي مديرية مكافحة الإرهاب الفكري لأجل الحد من التطرف الفكري تحديدا حقيقة التجربة العراقية كانت في هذه المنظور في هذه الزاوية كانت صاحبة أوذات إيجابيات كلش عالية نحن حقيقة في معركة تحرير الفلوجة وأيضا الموصل كان أدنى برامج فكرية مباشرة مع داعش من ضمنها كان أدنى برامج في العراقية أنتج منه أكثر من 66 حلقة وهذه تناولت مفردات يعني الحكم لدى داعش مفردات الخطاب الأحكام الشرعية طريقة تسويق داعش وتغريرهم بالآخرين طرق الحكم طرق الهيمنة طرق نشر الفكر يعني في المناطق في الأنبار وصلاح الدين ولينا ودياله وهذه المناطق جميعها كانت المعالجة التجربة العراقية كانت متعددة في الطور الأول عبر الحوار الحوار المباشر وعبر الندوات المتخصصة عبر المهرجانات وأيضا عبر يعني اللقاءات المتعددة والمباشرة مع السجون العراقية تم اعتقالهم من قبل داعش كنا حقيقة نذهب إلى محاورتهم وتسجيل ما هي النقاط وما هي الإخباقات وكيف ممكن حقيقة يعني أن تخرج يعني الناس الذين ضرر بهم حقيقة ويقناعهم على أنه هذا يعني ليس لا يمثل دين الإسلام الحقيقي ولا يمثل الإسلام ومن أعظم هذا حقيقة نحن حقيقة سطعنا أن نخرج صورة مشرقة على أن الإسلام المحمد الأول إلى علامات إلى دلائل إلى قيم إلى مبادئ إلى صورة واضحة وكنا حقيقة نضع صورة الإسلام الذي جاء به رسول الله مقابلها صورة إسلام داعش مثلا الإسلام المحمدي رحمة العالمين إسلام داعش قتل وذبح ودماء إسلام المحمدي يعلم الناس اقرأ باسم ربك الذي خلق إسلام داعش هدم للجامعات وضرب للبنى التحتية والمدارس والتربية والتعليم إسلام المحمدي جاء يسر ولا تعسر نشر ولا تنفر إسلام داعش جاء بالتعسير والتنفير وينتهي المطاف به للتفجير الإسلام المحمدي جاء باحترام كل ديانات الأخرى لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغيب إسلام داعش جاء بالقتل الأساليب التي اتبعناها منها أنه ظهار الصورة المشرقة الإسلامية الأول مما يقابل حقيقة هذه الصورة التي جاءت الصورة السوداوية وصورة القتل أحسنتم دكتور صفد هل نعاني في العراق من أمية تواصلية رقمية؟ نعاني من أمية خطيرة وامتداداتها تستمر أو تتجه في جميع النواحي يعني في التعليم في التعاطي في صناعة النجومية في المنتج الوطني في كلها اليوم الظاهرة الرقمية صارت على تماثم مع جميع الممارسات لكن للأسف هذه الأمية مشكلتنا أنه ليست لدى المستخدم بل هذه الأمية تمتد من صاحب القرار وصولا إلى هذا المستخدم اليوم المفروض على وسائل الإعلام أو على الجهات القائمة عفوا على الجهات معني في هذا التجاه أنه تبدأ بتنظيم المهارات الرقمية عن طريق التحفيز عن طريق إنشاء أكاديميات تنمية مهارات رقمية عن طريق إيجاد تشريع لحد اليوم مثل ما تعرفون ما عندنا قانون جريمة الإلكترونية المسودة اليوم الموجودة ما بها خلل كبير فيما يتعلق مثلا بموضوع الدليل الرقمي حينما نتحدث مثلا عن تطرف فالمفروض هذه جريمة هذه الجريمة مفروض بمقابلها دليل لكن تطرف الإلكتروني تطلب وجود دليل الإلكتروني لكن اليوم في مسودة لم تشرع هذه المسودة لا تتحدث عن دليل الإلكتروني فبالتالي إحنا ماكو نفع وماكو فائدة منه توصل القانون حتى لو شرعت رغم التحفظات التي صارت عليه لكن أكو به هذه نقاط الخلل ورغم أنه ناقشنا هذا الموضوع مع الجهات المعنية بهذا الاتجاه لكن للأسف يتحاولوا إياك ويتناقشوا إياك وبعد أن بيتك بيتك وماكو بالله نعم اليوم نعاني في العراق من أمية رقمية خطيرة وآثارها تتزداد يوما بعد يوم عذرا دكتور فيما يخص الجمهور المحايدة هل يعتبر أيضا بمرمى الحركات الإرهابية المتطرفة؟ إي بس هم لا يركزون علي الدراسات التي عندنا تشير إلى أنهم يركزون فقط على الجمهور المؤيد لهم لأنهم بطريقة الطرح مالتهم يحاولون أن يجندونه ليس يبقونه بس جمهور يتحول إلى منتمئ لهم فطريقة خطابهم تختلف عن طريقة الخطاب للجمهور المحايدة أو المعارض هناك تبريري لكن هنا يريدوني يصبح جزء من التنظيم مهمة الإعلام الوطني أنا باعتقادي أنه تحاول بطريقة أو بأخرى أن تخلق يعني أول شيء لازم ترصد ما الذي تقرأ لهذه المواقع بعدين تخلق رسائل مقنعة تستطيع أن تأخذ حتى الجمهور اللي منتمي إلى داعش ملاحظة مهمة كلمة أخيرة سماحة الشيخ ماذا تريد أن تقول الدولة العراقية عليها حقيقة تجعل التربية والتعليم في الصدارة وأن تحيد الخطاب الديني عن التأثير السياسي والطائفي هذا من جانب ومن ثم أخرى علينا حقيقة أن نعمل على تحسين مجتمعاتنا من بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل للألام التي حقيقة هي مأول هدم وليس مأول بناء شكرا جزيلا للباحث الإسلامي سمحت شيخ الدكتور محمد النوري معاون مدير عام مديرية مكافحة الإرهاب الفكري والشكر أيضا موصول إلى الدكتور رعد الكعبي أستاذ الإعلام في جامعة بغداد وشكر أيضا إلى الأستاذ الدكتور صفد الشمري الخبير أو خبير التواصل الرقمي شكرا لكل هذه الإضاءات وشكر موصول لكم أيضا أحبة المشاهدين نلتقيكم وحلقة أخرى من برنامج لا إكراح في أمان الله اشتركوا في القناة